أكد الرئيس عبدالفتاح سيسيا الحرص الكامل على تنفيذ الأهداف الموضوعة من جانب الحكومة والدولة لافتا إلى أن فيروسي وقوائم الانتظار كانت من أكبر الأزمات التي واجهها القطاع الصحي أضف رئيس السيسيا أن الحكومة أصبحت تمتلك بيانات ضخمة جدا للحالة الصحية في مصر لبناء مصار أكثر تقدم أن يعني مهما كانت العقبات اللي بتقابلنا والأزمات اللي بتقابلنا لا إحنا كنا حرسين على أن إحنا الأهداف اللي كانت موضوعة من جانب الحكومة والدولة في تخطيطها أنها تتحرك وتتعامل معها حبدأ بحاجة بسيطة جدا زي موضوع الفيروسي اللي تحدثتم عنه وقوائم الانتظار على كمثال في مجال الساحة يعني إحنا بنتكلم عليها دلوقتي كتاريخ يعني مسألة تجاوزناها رغم أن هي في الوقت اللي إحنا قبل ما نتحرك لمواجهتها كانت من أكبر الأزمات اللي بتقابلنا على المستوى الصحي في مصر مش بس التأثير الصحي ده أيضا التأثير النفس اللي كان بينجو معنا لكن إحنا مجرد ما لقينا أن في فرصة لعلاج لهذا الفيروس اللي إحنا كنا بنبحث خلال سنوات طويلة جدا قبل اكتشاف هذا العلاج اتحركنا الدولة اتحركت واستفادت من 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 العلاج اللي توفر في الوقت دوت وعملت يعني حاملة قومية عملت مسح كامل للدولة المصرية عشان تشوف المستوى الصحي بسفة عامة احنا عملنا مسح للسمنة لأمراض الضغط والسكر بالمناسبة أن احنا بنعالج الفيروس وبالتالي بعد ما عملنا ده بعدنا بيانات ضخمة جدا للحالة الصحية في مصر ساهمت بعد كده أن احنا نبني عليها مصار أكثر تقدم مما كنا عليه وخرجنا من من أزمة الفيروس سي بدولة بعد ما كانت من أكثر دول العالم يعني مصابة بالفيروس سي إلى دولة بفضل الله سبحانه وتعالى خليها من الفيروس سي